أهلا بكم مشاهدينا الآن نتوقف مع الزميلة دينا طارق التي صاحبتنا خلال هذا العام في شبابيك عدة لكن اليوم ستطلعنا عن أهم التطبيقات وكذلك أخبار هذا العالم الإفتراضي الذي شغل الملايين خلال عام 2018 أهلا بك يا دينا والعام تبخير سنة جديدة إن شاء الله سعيد عليكم أمين وعليك يا رب جميع وعلى جميع المشاهدين نصطح بكم اليوم مشاهدينا في جولة مع أهم الأخبار التكنولوجية التي تابعها العالم باهتمام هذا العام ونبدأ رحلتنا مع الشركة فيسبوك التي طلقت هذا العام صفعات متتالية بسبب توالي الأخبار حول الاختراقات التي تعرضت لها الحسابات المستخدمين إضافة لسياسات الشركة فيما يتعلق بمشاركة بيانات مستخدميها مع الشركات الأخرى ففي مارس الماضي كشفت تحقيقات صحفية أن الشركة استشارات سياسية قد حصلت على بيانات نحو 90 مليون مستخدم لموقع فيسبوك دون علمهم وقد تم استغلال هذه البيانات في مهمات سياسية كان أبرزها الانتخابات الرئاسية الأمريكية والاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعلى إثرهتين الفضيحتين مثل مارك الرئيس التنفيذي للشركة أمام كونغرس الأمريكي نشاهد بعض ما قاله مارك أثناء الاستجواب ثم نعود للمناقشة سيكون هناك دوما إصدار مجاني من موقع فيسبوك مهمتنا الرئيسية هي تعزيز التواصل بين البشر وتقريب المسافات بينهم والسبيل الوحيد لتحقيق هذه المهمة هو توفير خدماتنا بكلفة يمكن للجميع تحملها ونحن منتزمون بضمان هذا دينا يعني عدة مشاكل وجهتها يمكن شركة فيسبوك وأيضا خسارات في السوق المالية طبعا المشاكل أبرز هذه المشاكل مشاكل عديدة عام 2018 هو عالم عام الكوارث بالنسبة لشركة فيسبوك أولا خسارات مالية كبيرة أسهمها قيمتها وقعت في السوق البورثة يعني قلت بشدة في عام 2018 من كثرة المشاكل التي تعرضت عليها أولا مشاكلها في الانتخابات الأمريكية وأنها تعاونت وأعطت يعني معلومات وبيانات لمستخدميها لشركة سياسية حتى يعني تستقطب أصوات أكثر في الانتخابات الأمريكية أيضا التدخل الروسي يعني هناك أنباء عنه كان هناك تدخل الروسي تعاونت معه وشركة فيسبوك أيضا بإعطاء معلومات وبيانات لمستخدميها حتى استغنمتها في الانتخابات الأمريكية وأيضا في التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي طبعا سر المعلومات بأنه كانت بعض المواقع تأخذ عدد كبير من المستخدمين وتضع أخبار في البعض مع والبعض ضد المرشحين لالانتخابات صحيح ولكن كده من الاستقطاب الأكبر يعني يشعر بأنه كان لدونالد ترامب أيضا المشاكل الداخلية لا تنتهي هناك كثير من المشاكل بين الموظفين بين ضد هذه السياسات ومع سياسات مارك حتى أن هناك 29 منظمة حقوقية طالبت رئيس فيسبوك بأنه يقدم على الاستقالة كنت أريد أن أركز أيضا على هذه النقطة كان هناك أيضا مطالبات داخلية من داخل الشركة باستقالة مارك باستقالة مارك بأنهم معترضين على سياساتها سياسات فيسبوك يعني لم تنى الرضا أبدا مستخدمية هذا العام هناك الكثير من شركات علامات التجارية زي أبل أمازون تعاونت معهم فيسبوك بإعطائها والسماح لها باستخدام بيانات المستخدمين حتى تسوق لهم منتجاتهم وتكون سهلة الوصول إليهم شركة كبيرة أخرى يمكن في مرمى موضوع النيران أو الكونغرس الأمريكي وموضوع التحقيقات صحيح ننتقل إلى عملاق آخر من عمالة التكنولوجيا وهو شركة جوجل والتي خضع رئيسها التنفيذي ساندر فيتشاي للاستجواب أمام اللجنة القضائية في كونغرس الأمريكي وتناول الاستجواب عددا من القضايا كان منها هيمنة الشركة بشكل كبير على السوق من خلال منتجاتها المختلفة وهو ما يضعف المنافسة مع الشركات الأخرى والرقابة الصينية وسياسات الشركة المتعلقة بخصوصيات بيانات المستخدمين لكن المحور الذي سيطر بشكل كبير على الاستجواب كان اتهامات أعضاء الكونغرس الجمهوريين للشركة بالتحييز ضدهم وضربت إحدى عضوات اللجنة مثلا بظهور صور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند إجراء بحث عن الصورة باستخدام كلمة أحمق نتابع جزء من جلسة الاستجواب وأبرس ما تناولته شهادة ساندر الرئيس التنفيذي لشركة جوجل نحن نهتم دوما بتذكير مستخدمي خدماتنا بالتحقق من تأمين خصوصيتهم يحدث هذا بشكل شهري فعلى مدار الشهر الماضي على سبيل المثال قام 160 مليون مستخدم بالتحقق من البيانات التي نختزنها عنهم من خلال صفحة الإعدادات في المنتجات التي يستخدمونها دينا كما ذكرت عملاق آخر أيضا في مرمى نيران كما أنا ذكرت الكونغرس الأمريكي وموضوع تحقيقات بيانات أهم النقاط والمحاور التي تم استجواب الرئيس التنفيذي لشركة جوجل يعني المحور الأساسي كان في الاستجواب هو عن نتائج البحث هل جوجل تتدخل في نتائج البحث التي تظهر لك عندما تبحث عن أي شيء هل تتدخل جوجل في ترتيب المواقع ولكن الرئيس التنفيذي نفى وقال أن النتائج الأولية التي تظهر هي بسبب أنها الأكثر قراءة والأكثر شعبية ليس أكثر ولا أقل وأن جوجل أبدا لا تتدخل في توجيه المستخدمين نحو رأي معين أو فكرة معينة أيضا كما هو معتاد الاستخدام البيانات والاختراقات كان لها مكان كبير في الاستجواب اعتذر الرئيس التنفيذي على الاختراق الذي حدث بواسطة كان تدخل فيسبوك مع جوجل بسبب الاختراق الواسع الذي أعتقد شهد خمسين مليون مستخدم تم اختراقهم اعتذر الرئيس التنفيذي عن هذا الخطأ وقال أنه بسبب الضغوطات سيتم توقف عمل بجوجل بلاس في العام المقبل بسبب هذه الاختراقات نذهب إلى موضوع آخر يمكن أيضا مهم جدا هو موضوع التطبيقات والتحديثات وأبرز ما تنوله عام 2018 فهو عام لم يقتصر على أخبار انتهكت سياسة الخصوصية حيث شهد عام إضافة عدد من الخواص والمميزات إلى مواقع التواصل الاجتماعي لتسهيل حياة المستخدمين يأتي على رأس هذه المميزات تطبيق الفيديو والذي أطلقته شركة انستجرام في شهر يونيو الماضي ويزيح التطبيق لمستخدمي الموقع مشاركة مقاطع فيديو تصل مدتها إلى ساعة كاملة وذلك كسرا للقيود المفروضة على تطبيق انستجرام الأساسي والذي لا يمكن أن يتعطى طول مقاطع الفيديو المنشورة من خلاله إلا على دقيقة واحدة أما يوتيوب فقد قامت بدمج تطبيقاتها يوتيوب جيمينج مع تطبيق يوتيوب الأساسي حيث لم تلقى فكرة فصل التطبيقين عن بعض ما رضى المستخدمين أيضا شركة تويتر كانت قد أعلنت هذا العام عن العديد من المميزات التي تمت إضافتها للتطبيق يأتي على رأس هذه المميزات تمكين المستخدمين من حفظ التغريدات قبل حد فيها في حل أرادوا الإطلاع عليها في وقت لاحق دينا في كل عام أو حتى ليس كل عام كل عدة أشهر هناك تحديثات عديدة من خلال التطبيقات الشهيرة أحدث هذه التطبيقات الجمهور كيف تتقبلها والأبرز أين وما هي؟ الأبرز كان تحديث على تطبيق الرسائل الخاص بالفيسبوك فكثير من المستخدمين كان يرون أنه تطبيق مربك غير منظم فسعت شركة فيسبوك على تحسين هذا التطبيق حتى يكون أكثر تنظيما وترتيبا فاستقبله المستخدمين بكثير من الرضا آخر التحديثات كانت من تطبيق إنستجرام فهو أضاف ميزة التسجيل الصوتي في المحادثات أيضا تويتر هذا التحديث الأخير الذي قامت به بحفظ التغريدات أيضا كان له شعبية قوية لأنه في كثير من الأحيان أحمد لا يمكنك أو لا تكون فاضي أو لديك الوقت لمناقشة والرد على التغريدات فيتمنحك أم تحتفظ بهذه التغريدات في وقت يليق لكن كان أيضا هناك علامات استفهام كثيرة وأيضا تعجب من موضوع البيانات وتحديد الموقع وغيره كل عام يمكن حتى نشهد موضوع القرصنة وموضوع الاختراقات وموضوع الفيروسات ما الأبرز وكيف كانت 2018؟ مع عام الاختراقات والاستغلال شهد عام 2018 أيضا عددا من الاختراقات لمواقع مختلفة طالب بيانات ملايين المستخدمين حول العالم تعرض موقع جوجل بلاس لاختراق سمح لتطبيقات بالوصول للبيانات المستخدمين الخاصة وعلى إثر هذا الخطأ أعلنت شركة جوجل أنها ستقوم بإغلاق جوجل بلاس نهائيا في إبريل المقبل الاختراقات كان هو الخبر الأكبر في عام 2018 أنا كنت من ضمن كم مليون اللي تم اختراقهم في التغرى الإلكترونية الأخيرة لذا واجب بالنصح لي أولا على تغيير كلمات السر فور الشعور بأنك كنت من ضمن الحسابات التي تم اختراقها يفضل أن تكون إذا كنت من مستخدمين تطبيق فيسبوك أن يكون لديك التحقق التنائي وهو باستخدام كلمة السر ثم أن يرسلك التطبيق كود سري فريد مننا كل مرة تتم الدخول على التطبيق حتى توفر إليك كل الحماية لا يمكن أن تكون حساباتك البنكية صور جوازات السفر أو البطاقات والهوية عرضة وأن تكون من ضمن جوجل درايف أو أي من التطبيقات المتاحة على الإنترنت لازم يعني على الأقل واحد أن يتجنب وضعهم في هذه التطبيقات شكرا جزيلا لك طبعا دينا على كل هذه المعلومات وأنت يمكن أيضا ضاع الموبايل كمان مش بس كان في اختراق بيانات كان عام رائع إن شاء الله 2019 بيكون عام مختلف شكرا جزيلا لك وسنة سعيدة إن شاء الله شكرا جزيلا